الألاف احتشدوا أمام ما يسمى بجامعة الهامبورغر أو مركز ماكدونالدس بالولايات المتحدة للتدريب احتجاجاً على الأجور المنحطة حيث ألقي القبض على مئات من المحتجين المطالبين بتحسين الأجور والحق في التنظيم النقابي الحد الأدنى للأجور أمريكياً يعادل 7 دولارات و25 سنة فيما يطالب المحتجون ب15 دولاراً في الساعة المظاهرات تأتي بالتزامن مع تصويت المساهمين في أكبر شبكة للوجبات السريعة في العالم من حيث العائدات على رواتب المسؤولين التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي دون تومبسون الذي حصل على أجر سنوياً إجمالي وقدره 9 ملايين ونصف دولار في عام 2013 ماكدونالدس التي تصارع مع تراجع المبيعات في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار لحوم البقر لا تكشف عن متوسط الأجور المخصصة لعمال المطاعم ومعظمهم يعمل مع أصحاب الامتياز إحساءات أمريكية أفصحت عن 3 ملايين و500 ألف يعملون في قطاع الوجبات السريعة ويتقاضون نحو 8 دولارات بالساعة